السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مجددا إن شاء الله اليوم سنرى طريقة عمل هذه الزهرة البسيطة نبدأ أولا بوسط الزهرة نعمل حلقة سحرية هكذا ثم نرتفع بسلسلتين واحد اثنان وهذه السلسلة ليس لها أي اعتبار في الحلقة سنشتغل ستة عشر أعمدة بلفتين واحد اثنان ثلاث أربع حسن الآن سأسحب الخير وأجمع الحلقة هكذا هكذا وأقفل هذا الدور الأول بمنزلقة ليست في السلسلة إنما في أول عمود بلفتين هنا هكذا 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 سأقص الخيط الآن نبدأ في عمل بتلات الزهرة هكذا في أي غرزة في هذا الدور سأدخل الخيط الجديد هكذا 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 الآن أرتفع بسلسلة واحدة ثم أشتغل غرزة تزايد بعمود بلفتين في الغرزة التالية ثم أكرر أرتفع بسلسلة ثم غرزة تزايد بعمود بلفتين في الغرزة التي تليها واحد اثنان ثم نرتفع بسلسلة وهكذا نكرر حتى نهاية هذا الدور الثاني حسنا هكذا حصلنا على اثنان وثلاثون عمود بلفتين في الدور الثاني سأقفل الدور بمنزلقة في السلسلة الرابعة التي بدأنا فيها هذا الدور هكذا الآن الدور الثالث والأخير حسنا الآن سنشتغل الدور الثالث حول هذه الأعمدة التي على شكل الرقم سبعة سنبدأ أولا بهذا العمودين سنشتغل أعمدة بلفة حول هذا العمود الأول متجهين من الأعلى إلى الأسفل ثم سنشتغل حشوة بين هذا العمودين ثم نعود ونشتغل أعمدة بلفة حول هذا العمود الثاني متجهين من الأسفل إلى الأعلى سارتفع أولا بثلاث سلاسل كعمود بلفة ثم آتي لأول سبعة هنا سأشتغل حول هذه العمود ثلاثة أعمدة بلفة متجهة إلى الأسفل هكذا واحد اثنان ثلاثة ثم سأشتغل حشوة هنا بين هذه الغرزتين بين الرقم سبعة سأأتي بالإبرة ودخلها من الأسفل هنا وأخرجها من هذه الجهة وأشتغل حشوة الآن سأكمل وأشتغل أربعة أعمدة بلفة متجهة إلى الأعلى سأأتي بهذا العمود هكذا واحد اثنان ثلاث أربعة هكذا هكذا حصلت على أول بتلة هنا بهذه الزهرة بهذه الطريقة الآن في هذا الفراغ سأشتغل عمودان بلفة واحد اثنان ثم أعود وأكرر سأشتغل حول هذا العمودان أربعة أعمدة بلفة سأشتغل في أول عمود هنا متجهة إلى الأسفل واحد اثنان ثلاث أربعة ثم أشتغل حشوة هنا بين هذه العمودين سأشتغل حشوة هنا سأدخل الإبر أولا من الأسفل هكذا وأخرجه من هذه الجهة وأشتغل حشوة ثم أعود هكذا أدير زهر قليلا وأشتغل أربعة أعمدة بلفة متجهة إلى الأعلى سأخرج العمود هكذا حتى يسهل علي الأمل حولهم واحد اثنان ثلاث أربعة ثم في الفراغ هنا سأشتغل عمودان بلفة ثم نكرر بنفس الطريقة والخطوات حول جميع هذه الأعمدة حسن حسن وصلنا هكذا إلى نهاية الدور الثالث سنقفل الدور بمنزلقة في ثالث سلسلة بدأنا فيها هذا الدور هكذا ونقص الخيط وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإن شاء الله يكون الفيديو أعجبكم واستفدتم منه وألقاكم في فيديو آخر مع زهرة جديدة وأنيقة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته